أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها لم توجه أي ضربات ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الحديث عن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية استفزازا متعمد يهدف لتصعيد النزاع لفتة إلى أنه لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية من موقع قرية بيشيفيدوف بالأسلحة الروسية